محطة ناتالية مشاهدينا محطة فنية بامتياز رح نتعرف على كل تفاصيل أول معرض فردي للفنانة التشكيلية دارين جابر وعنوانه artistic tweets أو تغريدات تشكيلية تفاصيل أكثر حول هالأعمال المميزة رح تعرفنا عنا دارين أهلا وسلام فيك دارين أهلا فيك شرفتينة مرسي إليك هيدا أول معرض فردي لإليك بضم 25 لوحة بتتمحور حول موضوع واحد أساسي وهيدا يمكن نتيجة تسنين من التحضير والانتظار والغرام والعشق بعالم الطيور بالأخص العصفور خلينا نرجع للبداية قبل ما نحكي عن هالمعرض الفن بلش كهوية معك أكيد الرسمة من الطفولين طلقت بها الهوية الفن بلش معي من خلال خرطشات صغيرة على وراء بلشت اكتشف حالي يعني شوي شوي حسيت أنه ميولي هو فني لحتى لتجأت للجامعة وقوة الباز هيدا عندي هيدا الفترة كانت إلي هي بمثابة امتحان حتى بلش أعمل معرضي الأول لأخذ عنوان تغريدات تشكيلية عم نحكي الفترة اللي قمضيتها بالجامعة بالجامعة قمضيت فترة والمراحل الأولى بالمراحل الأولى بلشت اختبر نفسي يعني كيف بقدر اشتغل حتى أوصل لهذه المرحلة لأعمل معرض فردي لوحدة أخذت عنوانه تغريدات تشكيلية لأنه كان بغرد بطيوره كان مجموعة طيور على أنواعه نعم وأخذ الطابع اللي عندي اللي هو العصفور العصفور بألوانه بالخام اللوني اللي عنده بالألوان القوية وبالألوان الخفيفة وبالحرية والرموز العديد اللي مناخدها كمان من العصفور نحن إذا منطلع بعالم الطير كتير عنده خاصية يعني في عنا الطاووس بيحكي عن المحبة النسر بيحكي عن القوة اليمامة بتحكي عن السلام هذي كلهم عشتهم أنا من خلال تجربتي بعالم الطيور ولكن أنت شخصيا شو اللي جاذبك لهالعالم داريني يعني كلنا منحب الطيور ومشهدتها الطبيعة مشاهدتها طيران لألون ولكن أنه تخصصي معرض كامل لألون معرض كتير مهم لهو انطلقتك بهالمجال بهالعالم بالزيت شو اللي بيجز بك لألون جاذبني هو المنبع اللي أنا عشت فيه عشت بجنوب بمنبع طبيعة بمنبع عالم من الألوان حسيت أنه فيه دمج بين الطبيعة مسيحة واسحة كمان لكل أنواع الطيور مسيحات لونية بتأشعيها بشكل يومي بشكل يومي وخصصت أنه تكون عندي بمعرضي حسيت أنه هيدا اللون بدي أرجع أوجته بدي أرجع أوجته من أول جديد كان بالمساحات اللونية أو بالأشكال اللي فت فيها من خلال الطير يعني بفهم أنك دارين الموقع اللي ربيتي فيه منطقة طبيعية جميلة جدا ربيتي على أصوات العصافير وتغريدات العصافير ومشاهدة طيران العصافير الرائع بتصوير مزبوط حبيت أرجع عيدة لأنه ربيت أنا على هيدا الجو على زكزقة العصافير على أشكالها المتنوعة على حركاتها على صوتها هيدا الموضوع حبيت أرجع أوجد نفسي من أول وجديد فيه ولكن الشخص يحب شيء وينجذب لأله وفعليا يفكر أنه بده يتابع بهالخط ويمتهن هالشيء مختلف أي متى قررتي بينك وبين حالك أنه والله أنا عندي موهب يبدي تتابع هالشيء كمهنة لألي أو كاختصاص لألي يعني تسألت نفسي أنه وين بقدر بين وين بقدر بلش ما كان في شيء بيجذبني إلا هو الفن الفن وجدت نفسي فيه يعني حسيت أنه اللون هو إلي الريشة هي إلي يعني المكان اللي أرتح أكتر شيء مرتاحة فيه أكيد أكتر محل حسيت حالي مرتاحة فيه هو عالم الفن عبر كلها سنين نادرين شو كان الرسم لألك هل كان منفس؟ هل كان فشة خلق؟ هل هو وسيل للتعبير؟ هل هو مزاج معي؟ الفن هو تعبير عن الذات هو رسالة للعالم الآخر هو بيبين قداش هو تطور قداش هو الحضارة مبينة عندك أنا بقدر وصلها من خلال الفن من خلال ريشتي الفترة اللي قمضيتها بالجامعة هي التأسيس لألك أكيد الهوية موجودة والموهب موجودة ولكن الدراسة الجامعية كتير مهمة لا تطوير الفنان ويمكن حتى يلاقي الأسلوب اللي بده يعتمده بحياته المهنية هالفترة اللي قمضيتها بالجامعة والجامعة اللبنانية شو نميت بموهبتك؟ أنا باعتبر أن الجامعة اللبنانية هي حطتلي الباز يعني حطتلي الأساس كيف بدي أخطيل حتى أعمل لمستقبل أقدر أتكل على نفسي فيه من بعد ما خلص جامعتي انطلقت من الجامعة اللبنانية اللي عملت مني يعني كيف واحد كان غامض وانطلق انطلقت من الجامعة اللبنانية فتحت لي أفاك كتير كيف بقدر أعمل اللوحة التعبيرية الانطباعية التعبيرية حولها هذه كلها من خلال دراسة بالجامعة اللبنانية وتعرفي على عدة مدارس على عدة حضارات قدرنا نواكبها ونشوفها هذا كله كان نسبة لأيها يعني عند تخريجك من الجامعة مع شهادة ماسترز بالفنون التشكيلية كنت عارفة تماما أي خط بديك تتبعي بالنسبة للأسلوب بالرسم؟ كان عند الانطباع التعبيري الانطباع التعبيري اللي بقدر حوله كان من ناحية الميول الفني كان من ناحية الألوان الفنية اللي بتندمج مع بعضها كان هذا الانطباع التعبيري وكلها الخبرة اللي اكتسبتها خلال السنوات الدراسة جمعتها بأول معرض لأيك تغريدات تشكيلية بدأ نشوف بعض اللوحات كمان مرة حتنعلق عليه ألوان رائعة شكرا وبفهم غرامك وشغفك للألوان لأنه بتعرفي تماما كيف تبرزيون دارين بهالنيكي كتير حلو تانكيو لأيك يعني مشهد ربيعي بامتياز وكأنه تحت الماء نحنا أو بالهوى مش عارفين وهم بقلب الغابي كأنه هاي دي لوحة رائعة يعني من أهم اللوحات اللي أنا بسني عليها هل في أسماء أو عنوين للوحات؟ لا كانت لهم عن الطيور بشكل عام طيور وعصافير هلأ اللي عم نشوفهم هني مشاهد حقيقية أو بترسمي من خيالك مشاهد ممكن أنا في أشياء صورتها نزلت على الطبيعة وصورتها يعني قداش تنبصي لما بتشوف الطيرة مهدية على عرق الشجرة وقديس سعب نصدق بالفعل أنه موجودة هالمشاهد عنا اي صح هون مزيج بيننا فينا نرجع لأي لابليز موناليزا محاطة بالطيور صح لابليزا هذه بدي دوها ليا سكوب أنه الموناليزا صارت كمان عندنا هون يعني أنا كأنه زي أنت جملت عملت لها تجميل مثل كثير من السيزة من الطيور جملت لها صار عندها شعر ويفي وصار فيه لون ببشرتها وليبسي اللي زرها صار مهدية عندها هون طير على معقول تكون بنتها للموناليزا هاي كثير حلوة مرسي هلأ طيور لنا تحديدا العصفور هل في طيور معينة؟ حبيعة من غيرها؟ هلأ هو بشكل عام كان الطيور ولكن بشكل خاص ضويت شوي على العصفور بشكل خاص الخام اللونية تعددت عنده الأشكال عنده تعددت يعني كان فيه أشكال مبهمة نقدر نطلع منها هيدا الطير تعادت هائل من الطيور ومن نسبة للألوان والأحجام أدي فيه دقة برسم الطير تارين؟ أدي عندك حرية مثلا تشتغلي من مخيلتك؟ هلأ هو أنا اشتغلته بعدة تكنيك يعني اشتغلته واضح اشتغلته أنت عم تدوري على اللوحة وينه الطير اشتغلته بالألوان بصراحة فيه لوحات كانت بس ألوان عم بيدل اللون أنه هم فيه طير يعني هيدا الطريقة اللي كنت عم بتتبعه نعم قديش بقدر خلي المشاهد يلاحظ شو فيه بقلب اللوحة يعني أوقات بدنا نفتش المتلقل بده يفتش حتى يلاقي الطير أو كم طير موجود أو ملامح الطير تحديدا أكيد هيدا اللي وصلت له أنا أنه خليه هو يدور وين هو الطير باللون كل الطيور اللي شفناها بإطار الطبيعة يعني مشاهد طبيعية فيه طيور بالمدن كمان فيه على أشرتة الكهرباء مرأة لوحة هذه فكرة باركي للمعرض قريبا صح حطيتها هيك لأنه فيه بالمدن هيك هون حتى الطيور بتتمدن عنها أكيد بس مش نفس الصوت اللي بريف هون في ستاح المعرض اللي كان بجالوري أكسود بالأشرفية بين 2 و 8 زيران خمسة وعشرين لوحة أحجام اللوحات تدهين؟ مختلفة من الصغير من العشرين سنتين للمتر وخمسين سنتين نعم شو كانت الأصداء والأراء حول أول مارد؟ الحمد للأول دائما كنت عتليني هم بما أن هذه الانطلاقة بس الحمد لله كان انطباع مميز من كل الفنينين ومن كل أصحابي وهيدا الشعور بيخليني أمشي لأكتر لأدام وإخلق جو جديد ممكن بس كان انطباع أول الحمد لله شو أحلى شي سمعت يعني عاملك؟ أحلى شي سمعته كان كل شخص يفوت يقول لي خي ألوان يعني عم نفوت نشوف لون صارنا زمان مش شايفينه مع الطبيعة مع الطيور هيدا الشي بيفرجينا أنه فيه فرح فيه لون حلو فيه بهجي لموضوعك هيدا الشعور كتير حسيته كأنه نشان مبسطت كتير فيك بفهمهم لأنه لما منشوف لوحاتك تلقائيا الألوان الفرحة تعكس على نفسيتنا وكأنه تلقائيا عم يتغير مزاجنا أنا لأنه بحب الفراح حسيت أنه شخصيتي عكست على لوحاتي أنت إنساني كتير متفقلي بالحياة وهذا شي بترجم بعملي الأصدار الحلوة اللي تلقيتها دارين بتاعني أنه راح تكملي بهال موضوع موضوع الطيور ممكن يكون فيه مزج بعدين بس بفضل أنه حافظ على نفس الألوان نعم شكرا لوجودك معنا دارين جيبر تشرفنا بمعرفتك شكرا دارين كتير حلوي نحن نعطلين إشياء أكتر مميزة منك أريدا أهلا السلام عليك مرسي لكم كتير واقفوا مشاهدينا ومتابع اللايب لليوم مع فاميلي موسيقى 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 موسيقى